السلام عليكم أخوتي مرحبا بكم في درس جديد على القناة دي لكم استفاهة معنا اليوم إن شاء الله درت هذا الفيديو باش نتجنبوا بعض المشاكل اللي وقعوا للأصدقاء دي لنا مع شركة سبيضاف وأولا قبل ما نهضر على هاد الشركة تعت سبيضاف وعلى الناس اللي خدامين فيها فأنا ما كان عممش وما عندي حتى شي مصلحة معاهم ولا مع أي جهة أخرى فقط أنا متضرر والناس اللي متابعيني كذلك متضررين والحاجة اللي صعيبة من هاد الشي كامل هو ما القناة حتى شي جواب على الأسئلة دي لنا فكيف يعقل أنك كتجيب سلعة بخمسة درهم ولا في بعض الحالات كما كتشوفوا في الشراء الجامعي جوج درهم ثلاثة درهم وكتسلق ما خلاص عليها تر من ربعين درهم ومشي هنا في كي المشكل 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 هو أنه نفس السلعة كتجيبها مرة أخرى وبنفس الثامن اللي شرتي بها ولكن كتقدر تخلص عليها قل ولا أكثر من الثامن اللي خلصت عليها في الأول إذا اش كي بلينا هنا كي بلينا بلي هاد الناس غير كيشيروا واللي كيزيد اكداد شي هو أنه مكين حتى شي تصريح مكين حتى شي أجوبة على الأسئلة دي لنا لازدقاء تضلوا يتواصلوا معاهم ولكن الأجوبة كتكون غير مقنعة ولا في بعض الحالات كتكون تغرد خارج السرب ولهذا الفيديو دي اليوم الموضوع هو كيفاش ترجع فلوسك في حالة ما بلك الثامن اللي غد خلص عليه في سبيداف غالي وكيفاش تحمي راسك وتأكد لعلي اكسبرس باللي سلع فعلا وصلتك ولكن فرضو عليك قيمة مضافة أخرى اللي ما كانتش في الحسبان واللي ما كانتش في الموقع وبالتالي تقدر ترجع فلوسك بكل أمان وتكونت صاحب الحق لأنك فعلا الثامن اللي اتفقت فيه معه علي اكسبرس اللي فيه الثامن المنتوج وتمن الشحن خلصتهم وما كانت حتى شي ثامن آخر أو تفيا أو رسوم أو أي شي آخر كانوا زايدين في السيد لذلك الثامن اللي خلصتي هو اللي كنتك تنتظر أنك تخلصه في هذا المنتوج لذلك أخوتي اركزوا معي مزيان فهدي جيش كلمة اللي غادي نقول دابا حيث هدي شي اللي غنقول إلا مركزتيش معايا فيه فعول على فلوسك مشاو وحتى النزاع إلا بغتي تفتحه في علي اكسبرس فغادي تكون خاصر قبل ما تفتحه فأولا أخي من لي كيتتواصل معاك العميل ديال سبيضاف حاول تهدر معه زوين ويكون التعامل ديالك في المستوى لأنه أولا وأخيرا هاد السيد هذا فهو عبارة عن عميل عند شركة ما عنده حتى شي دخل في هاد المعماعة اللي وقع علينا دابا ومن لي يقول لك واش انت في الدار ارى عندك واحد المنتوج ديالك غادي تقول لي ويكاين وعندي منتوج فعالي اكسبرس فعلا وغادي تقول لي يصفها هني كنت سنك حتى تجي من لي يأتي عندك الدار عندك خود سلعة أخويا وصورها بالرقم والاسم والعنوان ديالك هاد الشي قبل ما تفهمها على شحل غادي تخلص ولا شحل ما غاديش تخلص وتسناء اش غادي يقول لك في حالة قال لك شي تمان كبير بزاف على المنتوج اللي شريتي وانت شاريه بتمان قليل من طبيعة الحال فهذا الحالة من حقك انك تطلب منه يعطيك شي كتانس يعني شي ورقة كتدلي بانك فعلا خلصتي هادك التمن على ذاك المنتوج اللي اخديتي من عنده في حالة ما قال لك اللارة ما عندي تشي كتانس ما عندي تشي كتانس ما عندي تشي حاجة اللي نعطيها لك هنا غا تكون درتي اللي عليك وغا تكون حميتي راسك لانك صورتي طالبية ديالك قبل وعليش كنقول هادشي لانه فعلا كاني واحد السلوكيات اللي لقيناهم وصادفناهم مع هاد الناس ديال الشركة فنقول لكم واحد الأمثلة فالسلوك الاول مليك يتواصل معك وانتك تقول لي خليهم عندك ما بيتهم كينجوج ديال الطرق اللي يقدر يديرهم العاميل واللي يقدر فلوسك يمشي وليك الى فتاة اكدهم فاول حالة يقدر يدلك باللي تعذر تواصل معك في الهاتف ديالك يعني الهاتف ديالك تلقى مخدامش ولا الهاتف ديالك خارج التغطية وهنا غادي تبقى السلعة ديالك تماما وما كنش بقي اللي غادي يصون عليك وبالتالي غادي تضيع في السلعة ديالك وخاة تحاول تفتحنتها وخاة تحاول تفتحنتها شي نزاع ولا تحاول تبرر العلياكس بريس بانك ما تتوصلتش بالمنتوج فهما غادي ينسبوا الخطأ لك وبالتالي ما غادي تتسال حتى شي حاجة هادشي علاش كنقول لك حتى الى وصلتك السلعة صورها بالاسم بالعنوان وغادي تكون عندك واحد لاب بوي في حالة تفتحتي واحد نزاع في عليكس بريس فانت غادي تقدم عندك نزاع ديالك الصورة ديال المنتوج اللي فيه رقم تتبع فيه الاسم وفيه كل شي وبالتالي كتكون حميتي راسك باللي فعلا وصلتك السلعة ولكن طلبوا لك واحد نبلغ اخر اللي انت ممتافقش معهم من الاول عليه وبالتالي غادي يردو لك فلوسك اما الحالة التانية فهو يقدر صديق ديالنا اللي خدام في سبيداف او اي شركة اخرى نتعة الليفريزون يستلم المنتوج ديالك وفي هاد الحالة ما تقدرش ترجع فلوسك ولكن انه هنا هنا العامل غاي يجيبها فرصو حيث انت اصلا ما اعططيش البطاقة الوطنية وبالتالي ملي تبليك في السيت او المواقع اللي كتدخلو لها باش تعرفوا المنتوج ديالكم فين وصل وبانتلك الليفري يعني توصل بها صاحب المنتوج فمن حقك انك توجه مباشرة او لا تصل بالشركة ديالت الشحن وتقول لهم بلي انا رمق بطشي منتوج بغيتكم تأكد دولية نشكونا للشخص اللي قبط هذا المنتوج وكيف العادة ستقول لهم بما انني قبط تعطوني الجوستيفيكاسيون يعني الدليل على انني قبط اللي كتدير دائما معنا هو انكم كتصوروا المنتوج وكتصوروا معه البطاقة الوطنية ديالت اللي اخذه لذلك هما في هاد الحالة إلا كان العامل دارش تجاوز فهما غادش يقدر يتبت فعلا باللي هادك المنتوج توصل به صاحب المنتوج وغاد يقدر يجيبها فرصو لقدر الله نحن هاد شيء ما كانت منه هاد شيء واحد لذلك اخوتي احضروا رأسكم في هاد الحالة هادي فهمني قد تكون مخدتي حتى شيء منتوج فمنطبعة الحال ما غاد تكون صورتي لذلك اخوتي دائما معمرك تصور لكارت ديالك مع شيء منتوج او لا تعطي العامل انه يصور لكارت ديالك وانت مخدتي حتى شيء منتوج من عنده وكان نصيحة اخرى معمرك تصور لكارت ديالك الشي حد كيف ما كان تصورها ليه ركتو فيرسو يعني من الجانبين فما تصورش صورة ديالك من الجانبين لانك تقدر في اي قطة تنصب يتنصب عليك بها لان هاد البطاقة هي بطاقة الهوية ويقدر شيء واحد اخر تحفيديه ويسبب ليك مشاكل كبيرة وعديدة واخر مشكل اللي كنت ديجا طرقت ليه هو كيفاش يقدر بنادم انتلاقا من الفوتوكوبي ديالك كارت ديالك انه يمشي يسجل شيء بطاقة سيم يعني ديالت الهاتف بشيء رقم ويقدر لك يقدر الله يدير بها شيء جريمة ومن يرجعوا لهذاك الرقم يلقوا فعلا بانه مسجل بالاسم ديالك وانت مفرس كما يتعود وهذا الشيء را كنقول لكم انتلاقا من التجارب ديال الاصدقاء اللي كنشوف خصوصا اما من خلال تعاليق في القناة ديالنا او لا من التجارب اللي كنشوفها او المنشورات اللي كنشوفها في الفيسبوك لذلك اخوتي حضروا راسكم وهذا الشيء اللي قلت لكم تبقوه بالحرف باش تجنبوا النقص اللي عدي لكم تقدر لكم ولا تمشي لكم ولهذا اخوتي هاد النصائح اللي قدمت لكم انتمنا تبقوها وما تغفلوشوا عليها لانها هي اللي غتحميكم وغتحمي الفلوس ديالكم في حالة ما بل لكم باللي التمن كبير اللي غدي تخلصوا السبيداف وبغيتوا ترجعوا فلوسكم فضرورة تبعوا هاد الخطوات اللي قلت لكم بشتاء اللي فتحتو نزاع فالي اكسبرس كيكون عندكم الحق وفلوسكم كيرجعوا لكم اذا اخوتي وصلنا لنهاية الفيديو انتمنا هاد النصائح تكون وصلاتكم ويكون عجبكم الفيديو فديروا اعجاب الفيديو وبرتجوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال وإلا كانت اخوة اختيادية اول زيارة لك القناة فما تنساش الدعم ديالنا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول